الجدول الدوري periodic table يعرف الجدول الدوري للعناصر الكيميائية في علم الكيمياء بأنه ترتيب منظم ومتسلسل لجميع العناصر الكيميائية التي تم اكتشافها حتى الوقت الحالي والتي تبلغ 118 عنصر وفقاً لتزايد أعدادها الذرية وما زال البحث قائماً عن عناصر أخرى جديدة خصائص الجدول الدوري يعتمد تصنيف العناصر في الجدول الدوري على زيادة الأعداد الذرية والتي تبدأ من اليسار إلى اليمين ومن أعلى إلى أسفل بحيث يكون لكل عنصر كيميائي عدد ذري فريد مساو لعدد البروتونات الموجودة في نواته يتم التعبير عن كل عنصر بمربع يحتوي على رمز العنصر كيميكال سيمبو وغالباً ما يكون اختصاراً لاسمه باللغة الإنجليزية مثل عنصر الكربون سي ولكن بعضها اختصار لاسمها في لغات أخرى مثل عنصر الفضة إي جي وعنصر الرصاص بي بي وأعلى الرمز يوجد العدد الذري للعنصر أما أسفله فيوجد اسم العنصر كاملاً والعدد الكتلي أتوميك ماس يلاحظ وجود نمط متكرر في خصائص العناصر أي إن عناصر المجموعة الواحدة تتشابه في خواصها الكيميائية والفيزيائية وهذا ما يسمى بالقانون الدوري وهذا هو الأساس الذي تم عليه بناء الجدول الدوري بهذا الشكل من الصفوف والأعمدة يحتوي الجدول على ثمانية عشر عموداً رأسياً يطلق على العمود مصطلح المجموعة جروب وتتميز صفوف كل مجموعة بأن لها نفس الخواص الكيميائية وذلك لأنها تحمل نفس عدد الإلكترونات في مستوى الطاقة الخارجي للذرة والذي يعبر عنه برقم المجموعة أما عن الصفوف فتتمثل في سبعة صفوف أفقية يطلق عليها اسم الدورات الأفقية periods ويعبر رقم الدور عن أعلى مستوى من الطاقة الممتلئ بالإلكترونات تم تصنيف العناصر الكيميائية في الجدول الدوري إلى فلزات لا فلزات أشباه فلزات حيث إن معظم عناصر الجدول الدوري من الفلزات والتي تتواجد على يسار وفي منتصف الجدول الدوري وتتميز هذه العناصر بمظهرها الآمع بالإضافة إلى كونها مواصلات جيدة للحرارة والكهرباء أما عن عناصر لا فلزات فتوجد في أعلى يمين الجدول ما عدى الهايدروجين فهو أيضا غير معد وتتميز هذه العناصر بكونها غير لامعة وغير مواصلة للحرارة أو الكهرباء ويفصل بين الفلزات وغير الفلزات بشكل سلمي سميك وهذه العناصر الموجودة على جانبي الشكل السلمي يطلق عليها أشباه الفلزات متالويدز وتمتلك هذه العناصر خصائص تقع بين خواص الفلزات واللا فلزات أما عن مجموعات الجدول الدوري فتتمثل فيما يلي فتميل عناصر المجموعة الأولى الفلزات القلوية والثانية الفلزات القلوية الأرضية والثالثة لفقد الإلكترونات وابتداء من الدورة الرابعة يفصل بين مجموعة يساري ويمين الجدول مجموعة من العناصر تسمى بالعناصر الانتقالية تقع المجموعة الصفرية أقصى يمين الجدول وتضم الغازات الخاملة والتي تتميز بامتلاء أغلفتها بالإلكترونات وفي أسفل الجدول يوجد سلسلتان طويلتان للعناصر تعرف السلسلة الأولى باسم لانثانيدات وتعرف السلسلة الثانية باسم أكتينيدات تحتوي كل سلسلة على أربعة عشر عنصرا كيميائيا كما أن هذه السلاسل تنتمي إلى عدد من العناصر الانتقالية وأخيرا يمكن تحديد موقع أي عنصر في الجدول الدوري من خلال معرفة آلي عدد مستويات الطاقة لذرة العنصر والذي يدل على رقم الدورة عدد إلكترونات المستوى الخارجي لذرة العنصر والذي يدل على رقم المجموعة ترجمة نانسي قنقر